كل عالم من العلماء له طريقة وله يعني منهج يسير عليه في التعليم في تدريس الناس قد تختلف عن طريقة العالم الآخر يعني الهام مثلا الشيخ بن بازر رحمه الله تعالى من طريقة الاختصار جدا يختصر الشيخ بن عثمير رحمه الله تعالى عكس هذا الطريقة لا يستطيع يختصر من طريقته التفصيل لكن تفصيل بفائدة ليس فقط اطالة حسنا الشيخ بن عثمير رحمه الله تعالى عكس هذا الطريقة لا يمكن ان تعيب هذا أو تعيب هذا لا نعم تريد الاختصار خذ ابن بازر رحمه الله مثلا يعني ما راقت لك هذه الطريقة لا تذم لا خذ الطريقة الثانية الشيخ بن عثمير رحمه الله مثلا نعم يعني الان بعض الناس يقول انا افهم لكلام الشيخ بن عثمير رحمه الله و احب هذا التفصيل يعني بعض الناس قال والله انا يشق علي هذا التفصيل الذي عند الشيخ بن عثمير رحمه الله انا احب الشيخ بن عثمير و اقدر ولا تكلم عليه لكن يشق علي فانا اسهل عندي اخذ بكلام الشيخ بن بازر رحمه الله يقول خذ المهم لا تترك العلم و ايضا لا تتكلم على العلم بكلام الشيخ بن عثمير and also do not speak a word against the scholars فالعلماء رحمهم الله تعالى كل عالم له طريقة so every scholar or all of the прошл os warten each one has his own methodology and style of teaching نعم خذ بالطريقة و امشي اطلو بالعلوم and utilize that method or that style which suits you and seek knowledge شكرا